العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا دخلت يومها الثالث وستين بتقدم القوات الروسية نحو شرق وجنوب البلاد حسب ما كشفت عنه كييف الأربعاء حيث أكدت إحكام القوات الروسية قبضتها على قريتي زاليتيشني ونوفوتو شيكيفيسك في منطقة دونياتسك بإقلم دونباس بالإضافة إلى تقدمها باتجاه بلدة بارفينكوفا بمقاطعة خاركاف الأركان الأوكرانية قالت أيضا أن روسيا تعيد ترتيب قواتها وتزيد من قدراتها بمناطق ميكولايف وكريفيريه وزبروجيا مشيرة إلى أن الروس نقلوا وحدتين من صواريخ اسكندر إلى منطقة بيليغورد على الحدود بين البلدين في غضون ذلك قالت وزارة الدفاع الروسية أن قوتها استولت على منطقة خرسون بالكامل جنوب أوكرانيا ما يؤشر أن المرحلة الثالثة من الحرب قد بدأت بعد نقل روسيا معظم جهدها الحربي إلى شرق أوكرانيا وسحب قوتها من قرب العاصمة الأوكرانية كييف والتركيز على دونباس هذه التطورات دفعت القوات الأوكرانية إلى ضخ المزيد من المركبات المدرعة في المعارك شمال الدونباس حيث يتزايد قصف المدفعية الروسية يوميا مع تقدم قوتها في الإقليم وفي ظل تقدم الوحدات القتالية الروسية في الإقليم فإن الأسبوع القادم سيكون حاسما لمستقبل المدينة حسب تصريح عمدة مدينة سلوفينيسك الواقعة شرق أوكرانيا وفي كلمة ألقها أمام مجلس المشرعين التابع للجمعية الفيدرالية الروسية الأربعاء وعد الرئيس الروسي بلاديمير بوتين بتحقيق كافة أهداف العملية العسكرية في أوكرانيا مشيرا إلى أن هذه العملية ستضمن أمن الدونباس وشبه جزيرة القيرم وروسيا بأسرها مستقبلا بوتين حذر أيضا من وصفهم بالأطراف الخارجية التي تحاول التدخل في الأحداث الأوكرانية وقال إن الرد سيكون ساعقا وسريعا واعتبر أن أي تهديد لبلاده فإن ردها يكون بالوسائل التي لا يمتركها بعد أي من خصومها من الجانب الأوكراني قالت وزارة الدفاع الأوكرانية إن قوتها صدت ست هجمات روسية استهدفت مواقع للجيش في لغانسك ودونيسك خلال الساعات الأخيرة الماضية في السياق ذاته كشف تقرير لاستخبارات البريطانية الأربعاء بأن أوكرانيا تسيطر على أغلب مجالها الجوي